بسم الله الرحمن الرحيم جاني سؤال كيفية تغيير لغة الواجهة انجليزي مثلا عندي حالين وهم عايزينها بالعربي وأنا معاهم في كده أنا دايما أختار اللغة اللي بنتك بيها أحسن مش انجليزي أو عربي لأنا بنتك بيها أحسن أسرع أفهم فبرح ما يغير ليها بدون أي مشكلة إزاي بروح لفايل وأجي عند الفايل تحت فيه option أو خيارات ومن خيارات بروح للغة وأبقى أجي هنا في الجزء الأولاني display أي لغة العرض فيه تحت حاجة تانية proofing أي لغة التدقيق الجزء اللي تحت ده يعني بيعتمد على القواميس اللي موجودة على الأوفيس والجزء دي فوق لا بيعتمد على أنه عايز تظهر الكلام ده القوائم والمينيو والرسائل تظهرها بأي شكل عربي ولا إنجليزي أنا عندي حالية مثبت أوردي إنجليزي وعربي لأن أنا عندي الويندوز إنجليزي وعربي أنا عايز أغير حاليا من الإنجليزي العربي باقي على العربي وقوله set as preferred يعني أعتمد دي إنها تكون اللغة المفضلة لها وقوله أوكي هيقول لي مش هتظهر عندك إلا لو عدت التشغيل وقوله ما عنديش مانا أعيد التشغيل أوكي وأجي أعيد التشغيل وشغل الورد من جديد أدي الورد من جديد نشغله وهدي ظهر دلوقتي مساء الخير والحاجات بالعربي فتح جديد وكذا عايزين نعدلها تاني بنروح لخيارات وبرضو نروح للغة ونشوف تبديلهم الظهرة عندي ممكن أروح لتثبيت لغات العرض الإضافية واضغط عليها وبيكون عندي آدي لغات العرب منها الإسبانية وفيها حوالي أكتر يتألي من خمسين لغة بتدعمها مايكروسوفت تقدر تختار أي واحدة فيها وتقوله تثبيت هينزلها لك من الإنترنت أو هيدخلك على الإنترنت بحيث أن انت تقوله تنزيل وتشغل الباكج دي الحزمة دي ويروح مزودها لك هو أوتوماتيك ماشي؟ أوكي طيب اللي تحت التدقيق ماشي التدقيق في اللغة أنا حاليا عندي إنجليزي ومعنديش عربي لأنا عايز لما أكتب عايز يعرف لي إذا كانت كلمة خطأ أو لا أو يتم تصحيحها إذا كان ممكن فبضيف اللغة إضافة اللغة بيديني برضو أكتر من ممكن خمسين لغة أو أكتر بروح للعربي العربي تقريبا هنا هو العربية فأنا أروح للعربي مثلا الإمارات أو العربي مصر تعالي شوف كده في المصر أيوة والعربي مصر وبعد كده أقول له الحصول على أدوات التدقيق الإنتقال إلى صفحة التدقيق اللغة ياسي إن شاء تفرق أو أقول له أضافة فبيضفها لهو أدوات التدقيق مثبتة وممكن أعمله تعيين كمفضلة أو أسيبها زي ما هي خلينا لأن على حسب اللغة اللي بتكتب بها كتير أدية إنجليزي ولا عربي وكده أقول له موافق دلوقتي خلاص بس لازم برضو أعيد تشغيل الورد أنا معلش عايز أعيد التشغيل تاني بس أنا متعودك مني موجود في بلد أجنبي فمتعود تكون اللغة بتاعتي تكون تكون اللغة الإنجليزية هي أكتر حاجة بكتب بيها وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم أو في السؤال القادم عشان نجيب عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة